وأخيراً أول يوتيوبر يشرح عن تشفير الإيموجي على الفيسبوك إزاي تحط إيموجي بجانب اسمك على الفيسبوك وبأسهل طريقة بإذن الله أي حاجة نستخدمها في الشرح هسيبقى لك أول كومنت ويلا بينا للشرح طبعاً حضراتكم النهاردة هنستخدم لإنستجرام وكمان البرنامج ده اللي هسيبه لكم في أول كومنت وفيسبوك أكيد يعني أول حاجة هنعمل إيه عشان نتأكد أن الطريقة ممكن تنفع معنا هنضغط على الفيسبوك بعد كده نضغط على الملف الشخصي بعدين هننزل تحت ونضغط على حاجة اسمها عرض معلمات الكسم بعدين هنيجي على حاجة اسمها تاريخ الميلاد طبعاً حضراتكم لو لديتوا عندكم تاريخ الميلاد من أول مثلاً 2021-2025 فمستحيل الطريقة تشتغل معاك أنا ما بقولكش أنك مش هتشتغل جرب ممكن تشتغل مفيش مشكلة بس أنا بقولك أن الفيسبوك بيعتمد تغيير اسم لسن كبير من أول 2005 زي ما الشاشة هتعرض لكم دلوقتي صورة كده طبعاً تقدر أنك تستخدم كل تاريخ الميلاد ده بأسهل طريقة جداً جداً يلا بينا بقى لبقى الشرح طبعاً هنضغط على الانستجرام بعد كده هنضغط على ملف الشخص بتاعنا دلوقتي هنضغط بقى الثلاث شرط اللي فوق بعد كده على المركز الحسابات على الملفات الشخصية وكمان مرة هنضغط هنا دلوقتي هنضغط على الاسم بعد كده هنضغط على الملفات الشخصية دلوقتي حضراتكم هتربطوا لانستجرام بالفيس لو لقيت عندك هنا حسابك الفيسبوك فانت هتربطوا بحسابك الانستجرام لو ملقيتوهوش هتعمل ايه هتضغط على اضافة حسابات ودلوقتي هتضغطوا بقى على اضافة حساب فيسبوك زي ما انتم شايفين انا لقيت الفيسبوك بتايم موجود هنا لو انتم ملقيتوش اي حاجة غير الانستجرام بس هتعملوا ايه هتضغطوا على اللاست أنت بعدين نضغط على استخدام حساب مختلف عشان هتسجلوا بحساب فيسبوك اللي انتم عايزين تحط ايموجي جانب اسمكم فيه تمام تمام هنرجع بقى انا دلوقتي خلاص هستخدم الحساب اللي قلت لكم عليه وهو ده تمام تمام هضغط على متابعة زي ما انتم شايفين اهم حاجة تركزوا عندنا هنا الانستجرام والفيس هندغط على الفيسبوك تمام اهي الفيسبوك بعد كن نضغط على متابعة عشان نربط الفيسبوك بالانستجرام زي ما قلنا بعد كن نضغط على السماح واكمال الاضافة زي ما انتم شايفين انا كده ربطت الفيسبوك بالانستجرام بقى اسهل طريقة هنيجي بقى من نفس القائمة ديت هندغط على الانستجرام بعدين نضغط على الاسم دلوقتي هنا هنكتب الاسم اللي عايزينه يظهر بالاموجي يعني مثلا انا هكتب مازن تمام بالشكل ده احمد بعد كده هنضيف الاموجي هخترنا القلب وكمان الهيرو ده تمام تمام بعد كن نضغط على حفظ زي ما انتم شايفين اسم الانستجرام خلاص عملناه طب هنعمل يا بيسو تاني طبعا هنيجي على البرنامج اللي هسيبهه لكو او الكومنت هندغط عليه بعد كده هندغط هنا بعدين نكتب فيسبوك تمام فيسبوك بالشكل ده ونعمل بحس هنخش على اول موقع دلوقتي هنا بقى يطالب مننا ان احنا نسجل حسابنا الفيسبوك طبعا انت هتسجله بحسابكم الفيسبوك اللي انتم مربطينه بالانستجرام تماما جماعة هنسجل ونرجع لكو كمان مرة دلوقتي فتح معانا حسابنا تمام هندغط على 3 شرط اللي فوق بعد كده هننزل تحت على الاعدادات والخصصية بعد كده نضغط على الاعدادات دلوقتي بقى جيه دور ان احنا نعمل خطوة عشان نحط الاموجي تمام تمام هندغط على 3 شرط اللي تحت بعد كده نضغط على حاجة اسمها اضافة للمفضلة بعدين هنمسح اول سطر دوت بعد كده تاني سطر نمسحه تمام طبعا في اكواد في اول كومنت هسيبها لكم واللي هي كالتالي اللي هي ديت تمام اول حاجة هو بعد كده الكود التاني اللي هو ده تمام زي ما انتم شايفين تمام هندغط على حسنا زي ما انتم شايفين هو كده اتحافظ طيب دلوقتي هنعمل ايه هنيجي بقى نضغط على الانستجرام هنيجي على حاجة اسمها مركز الحسابات نضغط عليها فوق اه بعدين ناخد ده نسخ تمام بتاع الانستجرام تمام تمام هنرجع دلوقتي على حاجة اسمها ملفات الشخصية فوق نضغط عليها ونكتب حرف السي زي ما انتم شايفين هيزر معاكم حاجة اسمها تشينجي نيم اللي هي عليها علامة النجمة دي نضغط عليها بعدين اللينك اللي احنا وقدينه نسخ هنحط لصك هنا تمام تمام هنمسح بقى كل ده ونسيب الرقم بس زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو هنسيب الرقم بس بعد كده نضغط علي كلمة حسنا زي ما انتم شايفين زهر عندنا ديت اهم حاجة دي تظهر عندكم وبعدين هنضغط على حسنا تمام تمام تعالوا بقى نشوف هل الايموجي تغير ولا لا وزي ما انتم شايفين الايموجي اتضاف بس هل طريقة جدا جدا بجانب اسمنا بس كده ده كان شرحينا نهاردة ما تنساش اشتراك و لايك عشان ان شاء الله فيه فيديوهات كتير من دي كان معاكم باسل من كنادكم بيسو تكنولوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته